السلام عليكم ورحمة الله اهلا بيكم في فيديو جديد اهلا بكل متابعين القناة من كل مكان يارب تكونوا بخير جميعا وصحة وسلامة نهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض مفرش كروشي مميز هو مفرش وحدات زي ما انت شايفين شكل الوحدة مميز هو فيه شغل بس جميل جدا وسهل ويستهل كمان تعبه انا اشتغلت الوحدات دي انا شبكت 9 وحدات طبعا هتشتغلوا اي عدد من الوحدات انتو عايزينه قبل ما اكمل مقاس الواحدة بتاعتنا 15 سنتي في 15 سنتي وطبعا احنا اقل عدد بنشبيهكم من الوحدات بيبقى اربع وحدات يعني لو حابين نعمل مفرش انا استخدمت هنا خيط حرير سلسلة خيط الحرير السلسلة انتو عارفين هو خيط رفيع في نفس سمك بالزبط خيط يعني يعتبر خيط رفيع ده الخيط اللي انا استخدمته وطلع لي المقاس اللي انا قلته لكم فطبعا اقل مقاس هنشتغله او اقل وحدات بنشبكها هي اربع وحدات الاربع وحدات لما هنشبكهم في بعض هيدونا مقاس مفرش 30 سنتي في 30 سنتي وعلى هذا الاساس هنشتغل قطعة المفرش بتاعنا اي مقاس طبعا مفرش طربيزة صغيرة او مفرش صفرة ده طبعا لو هتستخدمه خيط في نفس السمك الخيط اللي انا استخدمته سواء بقى ان كان حرير سلسلة او اي خيط تاني لكن هو سمك الخيط رفيع طبعا لو استخدمته خيط سميك شوية حجم الوحدة هيبقى اكبر فالمقاسات هتبقى مختلفة عن المقاسات اللي انا بقولها لكم تعالوا نبدأ على طول انا اشتغلت الوحدات دي التشبيك بتاعها ان شاء الله يبقى سهل جدا شكل الوحدات جميل لما بنشبك عدد من الوحدات بيدينا شكل كده في المنتصف شكل زخرفي تعالوا نبدأ مع بعض الابرة بتاعتي اللي انا هستخدمها مقاس اتنين ونص مليمتر طبعا هي الابرة رفيعة بلاش تستخدموا ابرة مقاس اصغر من كده باشتغل على طول عدد من السلاسل هكون بيهم حلقة انا هشتغل عشرين سلسلة ايدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين اشتغلت عشرين سلسلة طبعا الحلقة اللي في البداية لو خدتوا بالكو بتبقى واسعة شوية اللي بنشتغل عليها الدور الاول بروح على اول سلسلة من العشرين بدخل فيها وبشتغل غرزة منزلقة علشان اقفل الحلقة بتاعتي نشد الخيط طبعا بخرج من كل اللفات الخيط وببدأ على طول الدور رقم واحد خيط البداية معايا هاخدو تحت الغرز مش هيبباين عندي اي حاجة خالص في النهاية بارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة اربع سلاسل وبعتبرهم عمود بلفتين وبكمل انا هشتغل هنا كلاستر هادي كمان عمود بلفتين اول عمود خلاص كده ده العمود رقم اتنين بعد الاربع سلاسل اعتبرت الاربع سلاسل عمود وبطلع من كمان لفتين وبسيب لفتين على الابرة واشتغل العمود التالت عمود بلفتين غير مكتمل بطلع من لفتين وكمان لفتين كده بقى عندي تلات لفات على الابرة بطلع من التلات لفات مرة واحدة او بالشكل ده وبارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع سبع سلاسل هيبقوا الفاصل عندي ما بين كل كلاستر والتاني بلف لفة على الابرة والتانية وهاشتغل تلات اعمدة غير مكتملين او كلاستر او بالشكل ده واطلع من لفتين كده معايا لفتين على الابرة كمان مرة المرة التانية الف لفتين وادخل جوه الحلقة اخد الخيط واطلع من لفتين وكمان لفتين كده معايا تلات لفات ولف لفتين على الابرة واخد الخيط واطلع من لفتين وكمان لفتين كده معي أربع لفات على الإبرة بخرج من الأربع لفات مرة واحدة كده اشتغلت الكلاستر رقم اتنين وارجع تاني اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبع سلاسل فاصل ومكمل بنفس الطريقة ألف لفتين على الإبرة واشتغل كلاستر أطلع من لفتين وكمان لفتين وبسيب لفتين على الإبرة كده المرة الأولى ايدي المرة التانية بطلع من لفتين وكمان لفتين معي تلات لفات العمود رقم تلاتة بلف لفتين على الإبرة وباشتغل العمود من جوه الحلقة أطلع من لفتين وكمان لفتين وخلاص كده عندي أربع لفات على الإبرة بطلع منهم كلهم وكده اشتغلت الكلاستر والفاصل بتاعي السبع سلاسل ما بين كل كلاستر والتانية انا محتاج اشتغل اتناشر كلاستر جوه الحلقة دي والفاصل بتاعنا سبع سلاسل اكمل شغل بنفس الطريقة اتناشر كلاستر وهرجع لكم نقفلهم مع بعض في نهاية الدور ونخلي بنا طبعا نخط البداية واخدينه معانا لحد ما يختفي انا هكمل الدور وهرجع لكم في نهايته وخلاص خلصت الدور رقم واحد اشتغلت اتناشر كلاستر او بالشكل ده طبعا متأكدين من العدد بتاعنا والفاصل سبع سلاسل اشتغلت خلاص سبع سلاسل فاصل في النهاية او سبع سلاسل وبقفل الدور في السلسلة رقم واحد من اول سلاسل اشتغلتهم فاصل اول سبع سلاسل ايه شايفين هي بينة جدا سلسلة رقم واحد بدخل وباشتغل غرزة منزلقة او بالشكل ده ونطلع من اللفة التانية وكده خلصنا الدور رقم واحد هنبدأ على طول في الدور رقم اتنين من جوة الفراغ بتنقل الفراغ بغرزة منزلقة ايه دي اول فراغ بدخل فيه وباشتغل غرزة منزلقة وبارتفع سلسلة وكمان غرزة منزلقة من جوة الفراغ او شايفين بدخل جوة الفراغ وباشتغل غرزة منزلقة انا عايز اتحرك جوة الفراغ بارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة هشتغل كلاستر تاني مكونة من ثلاثة اعمدة نشتغل كده العمود التاني خلاص اول اربعة سلاسل اعتبرتهم عمود بطلع من لفتين بس ودي كمان لفتين والعمود رقم تلاتة بطلع من لفتين وكمان لفتين معي تلات لفات على الابرة بطلع منهم كلهم اهو شكل ده تلات لفات عندنا طبعا دي اول كلاستر بنطلع مني التلات لفات وهنا هنشتغل احنا دلوقتي في الفراغ بنشتغل 5 ثلاث الفاصل ولسا مكملين شغل في نفس الفراغ هشتغل كمان كلاستر مكونة من 3 عمدة بلفتين ألف لفتين على الإبرة وادخل جوه الفراغ واطلع من لفتين وكمان لفتين وعندي لفتين بلف كمان مرة واشتغل العمود الثاني نفس الكلاستر اللي اشتغلناها في الدور الأول ولكن طبعا في الدور ده هتبقى بشكل مختلف ودي أربع لفات بطلع منهم كلهم وكده خلاص خلصنا شغل على الفراغ بما إن الشكل هيبقى مربع هنعتبر الجزء ده أول زاوية بارتفع 5 ثلاثل وبدخل في الفراغ اللي بعد وبشتغل جرزة حشو وكمان 5 ثلاثل فاصل الفاصل عندنا في الدور ده كلها 5 ثلاثل فأنا بارتفع كمان 5 ثلاثل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبقفل بغرزة حشو في الفراغ اللي بعده ونشد الخيط ونرجع تاني نرتفع خمس سلاسل وهنا هنشتغل كمان اتنين كلاستر في الفراغ اللي جاي اللي هو يعتبر الزاوية التانية للمربع هلف لفتين على الابرة شايفين ادي الزاوية التانية لفتين على الابرة ونشتغل في الفراغ على طول اه كلاستر او نطلع من لفتين معايا لفتين وكمان مرة بطلع من لفتين وكمان لفتين والمرة التالتة او بنفس الطريقة كده معايا اربع لفات بخرج منهم كلهم ونشتغل الفاصل خمس سلاسل وكمان كلاستر جوه الفراغ بلف لفتين وبدخل اشتغل تلات اعمدة بلفتين غير مكتملة تحدد الوقت الشغل سهل جدا وما فيهوش اي لغبطة هادي لفتين ونطلع من الاربع لفات مرة واحدة وكده خلاص اشتغلنا في الزاوية التانية نرجع نكرر نفس اللي عملناه شايفين انا هنا كونت اه في الجانب يعتبر بعد الزاوية الاولى كونت تلات فراغات واحد اتنين تلات علشان بس ما نطلع بطش في الجزء ده عايزين تلات فراغات بس ونرتفع خمس سلاسل ونروح على الفراغ اللي بعده ونشتغل غرزة حشو ونشد الخيط وكمان خمس سلاسل وعلى الفراغ اللي بعده ونشتغل جرزة حشو كده انا كونت الفراغ التاني وكمان خمس سلاسل هنكون بيهم الفراغ رقم تلاتة ونروح على طول على الفراغ اللي بعده ونشتغل اه الكلاستر بنفس الطريقة طبعا انا هكمل الجزء اللي فاضل فاضل اللي اه اشتغل زاويتين للمربع دي هتبقى اللي الزاوية رقم تلاتة هكمل شغل بنفس الطريقة لحد نهاية الدور تلات فراغات ما بين الزاوية والتانية هكمل الدور وهرجع لكم وخلاص انا خلصت الدور ايدي تلات فراغات ما بين كل زاوية والتانية وايدي تلات فراغات وطبعا العدد زبط معانا اشتغلت في النهاية خمس سلاسل ايدي الخمس سلاسل الفراغ او الفاصل بنقفل الدور بتاعنا في اول كلاستر اشتغلناها في اعلى الكلاستر في الورزة دي شايفين بتبقى غرزة واسعة شوية بندخل تحت حلقتين الخيط ونشتغل غرزة منزلقة وبكده خلصنا الدور رقم اتنين طبعا هي الواحدة كلها تلات ادوار بس بس الدور رقم تلاتة طبعا بيبقى دور بياخد وقت برتفع واحد اتنين تلاتة تلات سلاسل وبعت برهم عمود العمود ده انا اشتغلته فوق اول كلاستر شايفين اول كلاستر اشتغلت فوقها عمود بروح على طول على الفراغ ده وبشتغل تسعة اعمدة بلفة هدي اول عمود والعمود التاني والعمود رقم تلاتة اربعة خمسة ستة والعمود رقم سبعة تمانية واخيرا العمود رقم تسعة تسعة اعمدة بس في الفراغ بنشتغلها ونرجع تاني نكرر فوق الكلاستر بنشتغل عمود بلفة شايفين فوق الكلاستر زي ما عملنا في الكلاستر الاولى بندخل تحت حلقتين الخيط دول فأعلى الكلاستر ونشتغل عمود بلفة ونروح على الفراغ اللي جاي اللي هو كان خمس سلاسل اللي هو الفراغ ده بشتغل فيه خمس اعمدة بلفة دي العمود الاول وده العمود التاني والعمود رقم تلاتة اربعة والعمود رقم خمسة اشتغلنا خمس اعمدة في الفراغ بروح على طول على غرزة الحشو اللي قفلت بيها ايه شايفين غرزة الحشو اللي قفلت فيها هنا في الفراغ برضو باشتغل فوقها عمود بلفة بدخل في غرزة الحشو اشتغل عمود بلفة وارجع تاني على الفراغ اللي هو مكون من خمس سلاسل اشتغل فيه خمس اعمدة بلفة يعني احنا عشان ما نتلخبطش فوق الكلاستر بنشتغل عمود وفوق غرزة الحشو بنشتغل عمود ايه دي خمس اعمدة بلفة ونرجع تاني فوق غرزة الحشو باشتغل عمود بلفة نخلي بالنا احنا مش هنكمل بالطريقة دي علشان بس ما تتصرعوش ونقوله هنكمل الوحدة بنفس الطريقة كده لا احنا بنقف لحد هنا شايفين انا اشتغلت خلاص على الفراغ ده بارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر بنرتفع اتناشر سلسلة اه ونرفع الابرة كده من الخيط بروح على العمود اللي اشتغلته فوق غرزة الحشو شايفين العمود ده هو ده العمود اللي بدخل فيه بدخل بالابرة تحت حرف الفي وبسحب حلقة الخيط اللي انا طلعت الابرة منها وبسحب الناحية التانية بغرزة منزلقة نهو بعديها من الحلقة وابتدي على طول شغل غرزة حشو في البداية ونشد الخيط طبعا وغرزة نصف عمود ثلاث لفات على الابرة بطلع من الثلاث لفات مرة واحدة يا دي اللفة التانية واللفة التالتة وبعد كده بنشتغل خمس اعمدة بلفة يا دي العمود الاول طبعا بنطلع من لفتين وكمان لفتين والعمود التاني والعمود رقم تلاتة اربعة والعمود رقم خمسة ومن هنا بنشتغل آآ غرزة بيكو هنشتغلها من آآ اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة يعني عايز اكون حلقة صغيرة بقفلها في العمود رقم خمسة تحت حلقتين الخيط دول لسه اقرارها معاكو تاني برضو دلوقتي وباشتغل غرزة منزلقة اهو الشكل ده وبرجع تاني اشتغل خمس اعمدة بلفة العمود الاول والعمود التاني تلاتة اربعة والعمود رقم خمسة ونرجع تاني نكرر آآ غرزة البيكو او الفراغ الصغير واحد اتنين تلاتة اربعة اربع سلاسل بس وبنقفل في حلقتين الخيط بتوع العمود رقم خمسة ونشتغل غرزة منزلقة اهو الشكل ده وهرجع تاني اكرر خمس اعمدة بلفة العمود الاول والعمود رقم اتنين تلاتة اربعة والعمود رقم خمسة اهو الشكل ده انا هرجع تاني اكرر زي ما بدأت بس يعني مش بالزبط انا اشتغلت نص عمود اه دي النص عمود باطلع من التلات لفات انا كنت اشتغلت طبعا في البداية حشو وبعدها نص عمود انا هنا بشتغل النص عمود بس مش اشتغل بعدها حشو زي ما بدأت اهو فاكرين احنا ابتدينا بحشو وبعدها نص عمود قبل الاعمدة اللي بلفة هنا هشتغل غرزة منزلقة لان انا هرجع تاني اكمل شغل الاعمدة باشتغل غرزة منزلقة احنا لسه جوه الحلقة ودي الشكل عندنا نرجع نكمل طبعا بنكمل شغل الاعمدة شايفين الفراغ اللي انا قفت عنده برجع تاني للفراغ عشان اكمل شغل الاعمدة على طول بدون اي فواصل بنزل في الفراغ وبشتغل خمس اعمدة ايه دي العمود الاول ونحاول نشد العمود الاول شوية دي العمود التاني والتالت والعمود الرابع والعمود رقم خمسة وكمان مرة فوق الكلاستر بشتغل عمود بلفة فوق الكلاستر على طول اهو نشتغل عمود بلفة وكده خلصنا شغل على الفراغ ونرجع تاني نكمل الشكل بتاعنا انا كده اشتغلت اول جزء فيه بارتفع اتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر اتناشر سلسلة وبنلف القطع على الظهر شايفين غرزتين البيكو اللي احنا اشتغلناهم هدخل في اول غرزة بيكو وبشتغل غرزة حشو لفتين على الابرة بطلع من اللفتين وبشتغل تسعة سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة تسعة سلاسل وباروح على غرزة البيكو التانية وبشتغل غرزة حشو وكمان اتناشر سلسلة زي ما بدأت الاثناشر سلسلة اهو بالشكل ده احنا لسه شغالين على الظهر من جير اي لخبطة شايفين العمود اللي كان فوق الكلاستر نفس العمود هو اللي هروح له فوق الكلاستر التانية اهي شايفين العمود اللي فوق الكلاستر كده اوضح من هنا بس برضو هو باين من عند الظهر يعني ما فيش لخبطة ان شاء الله اه دي العمود بروح في الظهر بتاع الكتعة وبدخل في نفس العمود وبشتغل آآ غرزة حشو اي دي العمود اللي فوق الكلاستر بدخل فيه وبشتغل غرزة حشو ونرجع تاني آآ للجزء الامامي بتاع الوحدة هنرجع نكمل شغل الاعمدة وهنكمل الشكل بتاعنا بدخل وبشتغل غرزة حشو وبعد غرزة الحشو طبعا نزبط القرز ونشد الخيط ونكمل غرزة نصف عمود اه بالشكل ده عندي تلات لفات بطلع من التلات لفات ونرجع تاني نشتغل خمس اعمدة بلفة العمود الاول العمود التاني تلاتة العمود الرابع والعمود رقم خمسة وبعد كده على طول نشتغل غرزة قلبيكو بنرتفع نتأكد بس من عدد الاعمدة ونرتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست ست سلاسل بنرتفعهم ونرجع تاني للعمود رقم خمسة العمود بلفة ونقفل غرزة قلبيكو بنقفلها بغرزة منزلقة ونرجع تاني نكمل خمس اعمدة بلفة العمود الاول اتنين تلاتة العمود رقم اربعة والعمود رقم خمسة ونص عمود زي ما بدأنا تلات لفات نطلع من التلات لفات وهنا هنشتغل غرزة حشو اهو كده بالزبط ونتنقل على طول للفراغ اللي بعده بدون اي فواصل على طول بنتنقل للفراغ ونبدأ برضو بغرزة حشو الشكل هيبقى مختلف ونص عمود والعمود الاول العمود بلفة والعمود التاني ونشتغل تاني ست سلاسل علشان نشتغل غرزة بكو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة والست سلاسل دول نقفلهم في العمود بلفة رقم خمسة تحت لفتين الخيط بالشكل ده ونشتغل على طول غرزة منزلقة ونقرر تاني خمس اعمدة بلفة احنا لسه نشتغل بكو تاني في الفراغ ده او الشكل ده اعمدة بلفة خمس اعمدة بلفة وطبعا علشان الشغل يبقى متساوي بنحرك الاعمدة او بنحركها شوية بحيث ان احنا نعرف نشتغل باقي الشغل بتاعنا في الفراغ ده خلاص اشتغلت خمس اعمدة بلفة بارتفع تاني ست سلاسل ونقفلهم بغرزة منزلقة في اخر لفتين خيط للعمود بلفة انا بحاول اشتغل ببطء في الجزء ده لان انا هشتغل معاكم جزء واحد وانتو هتكملوا الى ثلاث اجزاء وارجع تاني اشتغل خمس اعمدة بلفة ادي العمود التاني والتالت والعمود رقم اربع والعمود رقم خمسة وهرجع تاني بالعكس اشتغل اه نص عمود وبعد كده غرزة حشو ادي النص عمود في النهاية وبعد كده غرزة حشو ونتنقل على طول الفراغ اللي بعده بدون اي فواصل نشوف بس الشكل الاول او اشتغلنا في الفراغ اللي في المنتصف اتنين بيكو كل بيكو ست سلاسل وعلى الجانبين بنشتغل بيكو واحد بس بنروح على طول على الفراغ ونبدأ بغرزة حشو زي ما بدأنا في الفراغ الاول بالزبط وبعد كده نص عمود تلات لفات بنطلع من التلات لفات وخمس اعمدة بلفة نطلع من لفتين وكمان لفتين ونشتغل العمود التاني والعمود رقم تلاتة والعمود رقم اربعة وبنكمل خمس اعمدة بلفة وبعد الخمس اعمدة نرتفع ست سلاسل ونقفل بمنزلقة في العمود رقم خمسة ونرجع تاني نشتغل خمس اعمدة بلفة واحد اتنين تلاتة والعمود الرابع طبعا القطع دي اللي بيشتغلها لازم يبقى على العلم طبعا بأساسيات ومبادئ الكروشي ونص عمود في النهاية وطبعا احنا هنا هننزل نكمل شغل الاعمدة طالما هننزل نكمل شغل الاعمدة يبقى مش بنشتغل في النهاية في نهاية الفراغ ده مش بنشتغل غرزة حشو في النهاية اهو شايفين الشكل كنا بنتنقل على طول نهاية الفراغ غرزة حشو هنا هننهي بغرزة منزلقة طالما هننزل نكمل شغل الاعمدة تاني في الفراغ ايه دي غرزة منزلقة وعلى طول ننزل نكمل شغل الاعمدة ما بين الكلاستر والتانية كنا بنشتغل تسع اعمدة اهو بالشكل ده العمود رقم اتنين والعمود رقم تلاتة ونكملهم تسع اعمدة اه الجزء اللي احنا بنشتغله ده هو الزاوية بتاعة المربع لان طبعا الغرزة بتاعتنا بنشتغلها على الاربع جوانب اشتغلنا خلاص كده جانب منهم وبعد كده بنتنقل الزاوية خلصنا تسع اعمدة بلفة في الفراغ زي ما عملنا الجزء ده تسع اعمدة بلفة ما بين الفراغ والتاني طبعا احنا لسه نشتغل عمود فوق الكلاستر ما ننسهوش يا ريت قبل ما نتنقل للفراغ باشتغل فوق الكلاستر على طول اهو في الجزء ده تحت لفتين الخيط بندخل ونشتغل عمود بلفة ونرجع تاني للفراغ ونشتغل خمس اعمدة بلفة واحد اتنين تلاتة اربعة والعمود رقم خمسة تكرار لنفس الجزء اللي احنا بدأناه وفوق غرزة الحشو بنشتغل عمود بلفة ونرجع تاني للفراغ نشتغل خمس اعمدة ده الفراغ اللي هنشتغله وبعد كده على طول هنبدأ شغل الجانب بتاعنا نكمل خمس اعمدة ونرجع تاني فوق غرزة الحشو بنشتغل عمود بلفة طريقة الشغل على فكرة سهلة جدا جدا بس هي عايزة بس شوية تركيز بنقف لحد الفراغ ده هنشتغل طبعا زي ما اشتغلنا في الجانب ده بس نروحي الشغل في الفراغات هنشتغل لحد اني فراغ وبعد كده نتوقف ونشتغل الجانب بتاعنا زي ما انا اشتغلت كده انا هسيبكو بقى في الجزء ده وانتو هتكملوا انا هرجع لكو تاني في الجزء بتاع التشبيك بس هرتفع السلاسل اتناشر سلسلة بنرتفعهم اتناشر سلسلة وبنروح على طول على العمود اللي كان فوق غرزة الحشو او شايفين العمود اللي فوق غرزة الحشو على طول من جر ما نعد الاعمدة هو العمود واضح بندخل تحت حرف الفي ونسحب الخيط بتاعنا وعلى طول بنبدأ شغل في الفراغ زي ما عملت بالزبط في الجانب الاول انا همشي بنفس الطريقة كده هنشتغل الشغل ده ده الجزء الاول هشتغل طبعا الثلاث جوانب وهرجع لكو في الجانب الرابع وخلصت الثلاث جوانب عايز ااكد عليكو على حاجة في الجانب الرابع لما بنيجي نشتغل وبننهي الشغل من الجانب ده يعني بنقفل الوحدة هنا برجع اشتغل الاعمدة زي ما احنا متعودين زي ما عملنا في الجانب الاول باشتغل الخمس اعمدة ادي العمود التاني والعمود التالت والعمود رقم اربعة والعمود رقم خمسة هنا كنا على طول بنرتفع اتنشر سلسلة وبنكمل شغل عندنا في الجانب لكن هنا خلاص احنا هنقفل القطعة فانا بروح عند سلسلة رقم ثلاثة بنعد السلاسل اول ثلاث سلاسل احنا ارتفعنا بيهم واحد واحد اتنين ثلاثة وبدخل على طول في السلسلة التالتة وبشتغل غرزة منزلقة وكده قفلنا الوحدة ولسه هنرجع للجزء ده تاني انا معاكم برضو هنرجع له تاني في المكان ده بس بعد ما خلص نفس الشغل العادي اللي بنشتغله في الجانب انا هكمل الجانب ده لحد النهاية وهرجع لكم نقفل مع بعض الوحدة وخلاص انا خلصت الوحدة وخلصت شغل في الفراغ رقم ثلاثة اهو شايفين بنشتغل الاعمدة اشتغلت خمس اعمدة بلفة هنا هننهي الشغل باشتغل في النهاية نص عمود وهنا هنشتغل غرزة حشو في النهاية لان انا مش هنزل اكمل شغل الاعمدة في الفراغات اه دي غرزة حشو وبرجع على طول على المكان اللي انا قفلت فيه بغرزة منزلقة نوزع الاعمدة كويس ونخلي بنا طبعا من الخطوة دي علشان الوحدة ما يبقاش فيها اي جزء معاوج في النهاية اه دي المكان اللي قفلت فيه بغرزة منزلقة اهو بنزله تاني وباشتغل عند التلت سلاسل ارتفاع وباشتغل غرزة منزلقة وخلاص كده خلصت شغل الوحدة اهو كده نهينا الشغل لسه طبعا معملناش في الوحدة اي حاجة ما فردنهاش باي طريقة وزي ما احنا متعودين طبعا اول وحدة تبقى وحدة مكتملة اه بعد كده اه انا هجيب دلوقتي وحدة غير مكتملة وهجيب الوحدات اللي انا شبكتها وهنشبكهم مع بعض هشبك اخر وحدة في الجزء اللي انا سايبا ليها اه دي الوحدات اللي انا شبكتها شايفين الشكل انا مجرد بس شبكت لسه حتى اطراف الخيوط ما تخلصتش منها وهقولكو برضو دلوقتي بعد ما نشبك الوحدة على افضل طريقة اه للتعامل مع خط السلسلة علشان نفرد الوحدات بتاعتنا اي دي المكان اللي انا هشتغل فيه اخر وحدة هجيب واحدة غير مكتملة ونبدأ على طول نشبك طبعا احنا هنشبك من كزا جانب هنشبك من تلات جوانب خلاص ده الجانب التاني انا خلاص اشتغلت جانب وده الجانب التاني هنبدأ من عنده تشبيك اهو شايفين دي الاماكن اللي بنشبك منها الواحدة في الواحدة التانية من عنده غرزة قلبكو اهو شايفين اشتغلت الجانب الاول خلاص والجانب التاني اشتغلت الفراغ اللي بيبقى في المنتصف وبعد كده التلات فراغات الفراغ ده انا هشتغلوا لحد النهاية لان احنا مش هنشبك من عنده هكمل شغل في الفراغ ده لحد النهاية بنفس الطريقة طبعا خلاص خلصت شغل على الفراغ هشتغل برضو على الفراغ التاني لحد ما هوصل الجزء اللي أنا عايزة أشبك من عنده خلاص اشتغلت هنا لحد غرزة البيكو التانية باشتغل منها تلات سلاسل بس لأن دي اللي احنا بنشبك من عندها في الجزء ده أو شايفين اهو ده الجزء اللي بنشبك من عنده بدخل في غرزة البيكو المقابلة للغرزة اللي أنا عايزة أشبك فيها أنا اشتغلت تلات سلاسل خلاص هعدي بالخيط الناحية التانية لغرزة البيكو وهكملهم أربعة، خمسة، ستة وبقفل غرزة البيكو طبعا في العمود تحت حلقتين الخيط ياريت ما ننساش الخطوة دي احنا مش بنكمل شغل على طول لازم نقفل غرزة البيكو ما ننساش اهو بنقفل بمنزلقة وطبعا بنكمل تاني الشغل بتاعنا اهو شايفين شكل التشبيك بكمل طبعا بنفس طريقتنا نشتغل الخمس أعمدة خلاص خلصت الخمس أعمدة ونص عمود وغرزة حشو كده خلاص أنا خلصت الفراغ ده وخلصت تشبيك الجزء ده هنبتدي نشبك من عند الفراغ رقم 3 اهو ده الفراغ اللي فاضل لي في الجانب هاشتغل طبعا لحد الجزء اللي أنا عايزة أشبك من عنده اه دي غرزة الحشو في البداية والنص عمود وبكمل الخمس أعمدة بلفة هادي العمود التاني والتالت والعمود رقم 4 والعمود رقم 5 أنا بشتغل بسرعة طبعا لأن احنا بنكرر وبارتفع 3 سلاسل بس من غرزة البيكو مش من ارتفع 6 وبرفع القبرة شايفين طول ما الوحدات مفرودة قدامي هعرف أشبك صح بروح لغرزة البيكو المقابلة ليها وبسحب الخيط وبكمل السلاسل بتاعتي 4 5 6 شايفين طريقة التشبيك سهلة جدا جدا وبقفل لغرزة البيكو بمنزلقة في الحلقتين بتوع العمود رقم 5 او تحت الحلقتين بناخد الخيط وبنشتغل غرزة النزلقة وبكمل بنفس الطريقة على الفراغ خلاص خلصت شغل على الفراغ وكده خلصنا الجانب ده بننزل طبعا في الفراغ بين الاتنين كلاستر بنشتغل 9 أعمدة بلفة او نشتغل بسرعة كده 9 أعمدة بلفة 9 أعمدة وما ننساش بنشتغل فوق الكلاستر بنشتغل عمود بلفة وعلى الفراغ بنشتغل 5 أعمدة بلفة وفوق غرزة الحشو بنشتغل عمود بلفة ونرجع تاني نشتغل في الفراغ اللي بعده 5 أعمدة بلفة وفوق غرزة الحشو نشتغل عمود او شايفين ونبدأ على طول شغل في الجانب طبعا أنا لسه هشتغل الفراغ الأول اللي هو بنرتفع فيه 12 سلسلة أو بنرتفع 12 سلسلة وبنروح على طول على العمود اللي فوق غرزة الحشو واضح جداً وبنشتغل على الفراغ الأول بنفس الطريقة خلاص وصلت للجزء اللي أنا عايزة أشبك من عنده بنشتغلت الفراغ الأول وعملت الثلاث فراغات وابتديت غرزة الحشو والنص عمود والخمس أعمدة بلفة ونبدأ من هنا تشبيك بنشتغل طبعاً غرزة قلبيكو بنشتغل ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة وهنكملهم مع التشبيك أنا هنا في الفراغ الأول شايفين الوحدات مفروضة قدامي وبواضح جداً أنا أشبك منين هذه الفراغ المقابل لي هروح على غرزة قلبيكو المقابلة ليها وبسحب الخيط الناحية التانية وبكمل السلاسل أربعة خمسة ستة وكده خلصنا غرزة قلبيكو نقفلها بمنزارقة في العمود رقم خمسة وبكمل شغل على الفراغ لحد النهاية أنا هكمل شغل لحد أخر الفراغ وخلاص خلصت الفراغ ودي غرزة الحشو واتنقل على طول للفراغ اللي بعده بغرزة حشو بنفس الطريقة ودي النص عمود بعد غرزة الحشو ونشتغل خمس أعمدة بلفة متتالين خمس أعمدة بلفة وهنبدأ برضو نشبك من الجزء ده وثلاث سلاسل من غرزة قلبيكو شايفين الجزء اللي احنا بنشبك منه ده بنشبك فيه في الواحدتين أنا لسه في الواحدة دي غرزة قلبيكو المقابلة ليها يعني الجانب اللي أنا شغالة منه هشبك في كل غرز قلبيكو بتاعته أسحب الناحية التانية وبكمل السلاسل أربعة خمسة ستة وبنقفل غرزة قلبيكو بغرزة منزلقة في العمود رقم خمسة اهو الشكل ده ونكمل شغل الأعمدة هشتغل خمس أعمدة بلفة ها دي الخمس أعمدة ونحرك الأعمدة وثلاث سلاسل بس من غرزة قلبيكو وافرد الواحدات ونشوف هنشبك دلوقتي في الواحدة التانية اتنقلنا خلاص للواحدة اللي فوق شبكنا خلاص الواحدة اللي في الجنب ده هروح للواحدة اللي فوق وابتدي أشبكها ودي غرزة قلبيكو المقابلة ليها واضحة جدا بس أنا هلف الواحدات برضو علشان أعرف أشتغل اهو كده هلف الواحدات برضو علشان تبقى واضحة قدامكم ودي غرزة قلبيكو المقابلة ليها بدخل فيها وبنكمل السلاسل بتاعتنا أنا اشتغلت تلت سلاسل نمسك بس الخيط كويس كده ونشده ونكمل أربعة خمسة ستة وخلصنا غرزة قلبيكو فاضل نقفلها في العمود رقم خمسة نركز طبعا وإحنا بنشتغل الجانب ده بروح للفراغ الثالث الفراغ الثالث في غرزة قلبيكو واحدة وهنشبك من عندها شبكنا من كل غرز قلبيكو في الجانب ده دي الخمسة عمدا نخلصهم ونشتغل غرزة قلبيكو تلت سلاسل بس منها وبنكمل التلاتة التانيين في التشبيك وبشبك غرزة قلبيكو بنفس الطريقة وطبعا بشتغل الجانب الرابع وبشبكه بنفس الطريقة كده زي ما عملنا بالزبط وخلاص شبكت الوحدة بتاعتي شايفين طول ما الوحدات مفروضة قدامنا هنعرف نشبك كويس ونشبك صح ومش هنطلخبط طبعا ونرجع نفك تاني أي حاجة عملناها زي ما انت شايفين الوحدات مش مفروضة أنا مجرد بس خلصت شغلي فيها أفضل طريقة بقى الفرد مفرش انتوا عاملينوا بخطة سلسلة سواء كان وحدات أو قطعة واحدة هو فرده عن طريق البخار البخار بتاع المكوى ممكن تخسله المفرش أو لا مش هتفرق حاجة بس احنا هنوجه ناحيته البخار بتاع المكوى طبعا من عدار هيفرق طبعا في الشكل النهاي لأنه بيخلي الغرز مسترياحة لأن خيط السلسلة بيبقى خيط ناشف شوية ومش سهل التعامل معاه هو خيط ناعم بس خيط ناشف فأفضل حاجة البخار بتاع المكوى بس من على الظهر زي ما قلتلكم يارب يكون الفيديو عجبكو واتمنى طبعا أن أكون قدرت أوصل لكم الخطوات كويس وبسهولة ما تنسوش لو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وكمان تعملوا شير للفيديو وبكده يبقى خلص الفيديو بتاعنا واسلكم في رعاية الله